اشتركوا في القناة في تحقيق المكاسب والانجازات في جميع المحافل والميادين المحلية والاقليمية والدولية وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان الفوز الجديد هو الثالث على التوالي خلال عامين وتحقيقا وتعبيرا عن الثقة بمملكة البحرين من قبل المجتمع الدولي في الامم المتحدة واجماع اقليم دول غرب اسيا والباسيفيك لتمثيلهم في مناصب رفيعة تعنا بالقضايا البيئية واشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بالانجاز المتميز الذي حظيت به مملكة البحرين بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون للعام 2020 وذلك خلال اجتماع الاطراف الحادي والثلاثين لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والذي ينعقد في الفترة من الرابع وحتى الثامن من نوفمبر 2019 في العاصمة الايطالية روما واشار سمو رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان مملكة البحرين تمثل من خلال اللجنة التنفيذية الخامس والخمسين دولة من دول غرب اسيا والباسيفيك حيث تمثل جميع دول العالم من خلال الاقاليم المعتمدة في الامم المتحدة في اللجنة من خلال 14 عضوا سبعة منهم من الدول الصناعية والمتقدمة وسبعة من الدول النامية ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة باهمية اللجنة التنفيذية التي تعد كافة الاستراتيجيات واتخاذ جميع القرارات الرئيسة التي تصدر عن الاطراف في بروتوكول منتريال حيث يصدر عن هذه اللجنة جميع المسائل المتعلقة بالسياسات والمبادئ التوجيهية وتمويل المشروعات التي تنفذها الاطراف بشأن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وتنفيذها ورصدها بالاضافة الى تخطيط الاعمال والمسائل الادارية والمالية المتعلقة بحالات المساهمة والمصروفات وبين سموه ان الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين عضوية اللجنة كطرف رئيس ستكون حافلة بمناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة من دول غرب اسيا والباسيفيك وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلورية HCFC المستنفدة لطبقة الاوزون وهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول سيما الدول ذات المناخ المحيطي الحار وفي ختام تصريحه تقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للبيئة بالشكر والتقدير لكافة الدول الداعمة لمملكة البحرين والتي لم تتوانى في اعطاء ثقتها للمملكة لتولي هذا المنصب الهام مما اسهم في انتخاب البحرين لعضوية اللجنة التنفيذية كما شكر سموه الفريق المفاوض بالمجلس الاعلى للبيئة برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة في اجتماع الاطراف على دوره المتميز في تمثيل مملكة البحرين والجهود المثمرة التي ادت الى تحقيق افضل النتائج والانجازات المشرفة التي وصلت اليها مملكة البحرين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة محليا ودوليا تجدر الاشارة الى ان مملكة البحرين قد حظيت للمرة الثالثة على التوالي خلال العامين الاخيرين على ثقة الاطراف في الامم المتحدة لتولي مناصب عليا لمختلف الاتفاقيات البيئية حيث فازت المملكة مطلع هذا العام بمنصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي لجمعية الامم المتحدة للبيئة UNEA كما فازت في العام 2018 بعضوية المجلس التنفيذي بشأن المواد الكيميائية والمخلفات ويعد فوزها بعضوية اللجة التنفيذية في بروتوكول مونتريال هو الثالث ضمن الانجازات التي حققتها المملكة